السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم متابعين الكرام أتمنى دائما يا رب أن تكونوا بخير وفيه تمام الصحة والعافية دائما يا رب اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في هذا الفيديو أحبتي في الله سوف أتكلم عن عمل خاص جدا في العشر الأولى من زي الحجة إيه اللي أنا أعمله في العشر الأولى من زي الحجة بعدما تسمعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أقول لحضرتك أن مطلوب منك في العشر الأولى من زي الحجة وزيفتان يعني أنت موظف عند الله عز وجل في العشر الأولى من زي الحجة ما تستغربش من الكلمة ولا تندهش لها نحن عمال الله أي نعم عنده فنحن موظفونا في ملك الله عز وجل مطلوب منك وزيفة عامة ووزيفة خاصة وركزوا معي كويس الوزيفة العامة اللي هتشغل بها العشر الأولى من زي الحجة الاكثار من العمل الصالح بأنواعه الوظيفة الخاصة جدا الاكثار من ذكر الله الى درجة الادمان يعني لو استطعت ان انفاسك تخرج وتطلع بذكر الله يكون افضل واقول لحضرتك السر عرفنا الوظيفتين عامة وهي الاكثار من الاعمال الصالحة بكل انواعها شكل يعني شكل عامل زي بوفي مفتوح بتاخد الطبق تاخد من هنا ومن هنا يبقى البوفي عليه 25 صنف والبوفي المفتوح بلاقي ناس تاخد 3 اطباق بس وناس بتاخد من 25 صنف ايو انا عايزك تاخد من 25 صنف انا عايزك كده تشوف الاعمال الصالحة اللي في محيطك ايه اللي في البيئة بتاعتك ايه هي وخد من العمل الصالح عينة على الاقل علشان اللي يكون فيها الاعمال الصالحة كلها ليه لان النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من ايام العمل الصالح فيها احبه الى الله من هذه الايام يعني ايام العشر طيب يا رسول الله ترشح لي عمل ايه او اعمل ايه على الاعمال الصالحة لان احيانا الواحد نفسه بتبقى مزدودة صح بتبقى مزدودة عن الاكل يعني يقول مليش نفس ان انا يكون نقول له نديك فواتح شهية اما ادوية واما اكراس واما فوار واما شوية مقبلات يعني سلطات ومش عارف ايه في حاجة تساعدني على ان شهيتي تنفتح للعمل الصالح واقبل عليها لان في ناس متكتفة عن العمل الصالح قال ايوة في الايام دا يتأهيه ما من ايام اعظم عند الله ولا احب اليه فيهن من العمل الصالح من هذه الايام يعني ايام العشر طيب اعمل ايه فيها عشان اقدر انشاط للعمل الصالح فاكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد والتسبيح يعني استعينوا بذكر الله بالاكثار من ذكر الله على النشاط للعمل الصالح في هذه الايام والقرآن الكريم علمنا كده قال ويذكر اسم الله في ايام المعلومات رشح لك القرآن ذكر الله عز وجل في الايام المعلومات اللي هي الايام العشر الاولى من ذا الحجة قال وذكروا الله في ايام المعدودات اللي هي الثلاثة اللي بعد العشر من ذا الحجة اللي بيسموها ايام التشريك يعني القرآن رشح لك ذكر الله والسنة النبوية رشحت لك ذكر الله باكثار وبادمان وبإدمان أننا نعملوه والله في ناس بتختار الصوم ده يتناسب معاها لكن لم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم صوم العشر كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها الحديث اللي بيقول أن صوم تسعة زلحجة ده حديث ضعيف وضعفه كثيرون من أهل العلم عموما الصيام داخل من جملة العمل الصالح عايز تصوم صوم لكن أنا أقول لحضرتك العمل الصالح الأحب إلى الله فالعشر الأولى منزل حجة اللي يتناسب معا نعم الله اللي عندك تعال نشوف النعم واحد ربنا فاتح له أموال وشركات وأراضي وأطيان وعقارات وعمارات يجي يمسك العشر الأولى منزل حجة يصوم وهو جلد على رأي المصريين لأ العمل الصالح اللي ربنا يحبه منك في العشرة دول منزل حجة إنك تفتح الخزنة وتقول أنا راجل ملياردير هطلع كل يوم مئة ألف جنيه لله يبقى عندي مليون في العشرة دول ده غير الزكاية تقربا إلى الله بما أنعم به علي فهو أحب عمل إلى الله إنما تروح تصوم لحضرتك مئة يوم وانت ما بتزكيش عن مالك أو ما بتطلعش أي صدقات يبقى ربنا ادهولك يبقى رضيت بالذي هو أدنى عن الذي هو خير الطبيب ربنا كرمه طول السنة ما شاء الله والعيادة رايحة جاية الزباين ومبلغ وقدره ربنا يزيد ويبارك للجميع تيجي في العشرة الأولى منزل حجة تقول العمليات الجراحية أنا بأعمل العملية في العادة بعشرة هتبقى بخمسة في العشرة الأولى وعندي عشر عمليات مجانة يبقى هعمل تخفيض للكل خمسين في المية أو تلاتين في المية كل واحد ومجدرته من الأطباء وأعمل عشر عمليات مجانة لله بواسطة الجمعيات الخيرية وأهل الخير مثلا الصيدلوني طول السنة بيبيع ويكسب أدوية والأدوية غالية هعمل خصم خمسة في المية أو عشرة في المية على قد مقدر وهطلع كم صنف مجانة لله بواسطة الجمعيات الخيرية والمستشفيات في المساجد أو الجمعيات الخيرية طب المستوصفات تعمل نفس الكلام طيب التاجر اللي بيبيع في سوبر ماركت أو صاحب مول كبير أو بيبيع في السوق يقولها خفض السعر الخمسة في المية أو عشرين في المية أو خمسين في المية الأسعار غالية ومن أحب الأعمال إلى الله التيسير على عباد الله فيارب أنا بيسر على عبادك من اللي أنت أنعمت علي بيه من أنواع التجارة والبيع والشراء علشان تيسر عليها وتقبلني في الأيام دي المدرس يعمل دورة لله عشر أيام يعلم فيها الطلاب المنهج مركز اللي بيعلم الكمبيوتر لأن كل واحد يشوف النعمة اللي ربنا اتهاله أو اللي ربنا من عليه بيها ويدي بالنعمة دي هي دي حب الأعمال إلى الله عز وجل فيها زي العشر أيام من زي الحجة أنك تشوف نعمة ربنا عندك إيه وتدي منها لعباد الله لينفق كل إنسان من نعمته وليعمل كل إنسان حسب طاقته وقدرته الموظف تروح من تمانية لاتنين وتقول بعد ما كنت بخلص مصلحة عشر مواطنين أخلص مصلحة عشرين مواطن مثلا يعني وهكذا كل واحد يدور عن نعمة اللي ربنا حطه فيها وينفق منها ويعمل فيها ده أحب العمل إنما حضرتك تروح تمسكلي في السيوم وتروح تنام في المكتب ومصالح الناس تروح أو تمسكلي في السيوم وعندك الخزنة مليانة والناس ميتها من الجوع أو اللي هيموت في العملية وانت مصمم على عشرين ألف جنيه ولما تجيب الفلوس تعالى اعمل لك العملية سواء دكتور أو مستشفى لا يا سيدي كنت تعمله العملية مجانا في العشرة الأولى من زي الحجة أفضل عند الله من سيوم ألف يوم مش يوم واحد بس يبقى ده العمل العام العمل الخاص بقى هو الكثرة من ذكر الله أعربيان جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما قال يا رسول الله أي الناس خير قال من طال عمره وحسن عمله فقال الأعربي الآخر يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فمرني بشيء أتشبز به علشان يساعدني على النشاط للعمل الصالح فيتامين العمل الصالح منشطات العمل الصالح مرني بشيء أتشبز به حتى تكون الفرائد والقيام بالعمل الصالح سهل علي ولا أفرت فيها قال لا يازال لسانك ردبا من ذكر الله وورد في حديث آخر جميل جدا يا جماعة جميل جدا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع العجزة منكم عن الليل أن يكابت يعني اللي بيقول مش قادر أقوم الليل وببقى متكتف وتقيل علي وما بقدرش أصحى من عجز واللي برضو ما بقدرش يسرف من المال وبخلى بالمال أن ينفقه يعني عندي فلوس بس مش قادر أطلع لله واجابة عن العدو أن يجاهده يعني برضو ما بيجاهدش في سبيل الله أو مثلا عنده جبن من العدو فليكثر من ذكر الله اللي عنده أي تقل في طاعة من الطعاط فليكثر من ذكر الله فإنها تعينه على الإنفاق وعلى القيام يعني قيام الليل وعلى قول الحق إلى آخره ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام في رواية أخرى فليكثر من قول سبحان الله وبحمدي في قول عبد الله بن مسعود فليكثر من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فليكثر من قوله سبحان الله وبحمدي فهي أحب إلى الله من جبل ذهب ينفقه في سبيل الله ده بالنسبة للعاجز عن الإنفاق أو عاجز عن قيام الليل وإنهن مقدمات ومجنبات ومعقبات يعني ذكر الله اللي هتقوله يأتيك يوم القيامة يمشي أمامك حتى يشرفك أمام الله ومجنبات يعني جنب اليمين والجنب الشمال ومعقبات يعني تعقبك الثواب الحسن ومناجيات من غضب الله وهن الباقيات والصالحات يبقى حضراتكم تكونوا من أهل القرم أهل القرم في يوم القيامة ينادي الله عز وجل يوم القيامة فيأمر مناديا فينادي ويقول سيعلم أهل الجامعة الدنيا كلها يعني في الساحة القيامة كلهم سيعلم أهل الجامعة من أهل القرم قال الصحابة ومن هؤلاء يا رسول الله من أهل القرم يا رسول الله قال أهل ذكر الله في المساجد أهل الذكر في المساجد وأنا بقول لحضرتك سواء كنت في المسجد أو في البيت أو في النادي ذكر اللي حوالين منك أن أنت قاعد لو قاعد في المغرب أو العشاء تقول يا ولاد قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر كبير والحمد لله كثير وسبحان الله وتكبرات العيدين تنفع وممكن تقولها طول العشر الأولى من أول يوم في ذي الحجة وفي الذكر العام إنما في يوم معرفة بنبدأ نقولها بعض الصلوات إلى أربع أيام بعدها يبقى أكثرهم من ذكر الله فما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله أو في أي مكان ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده مش كده وبس وكل قاعدة تعد فيها سواء في المكتب أو في السيارة أو في النادي أو في المزرعة في مكان أو أنت راح الشغل توحي ذكر الله فيها ربنا يغفر لك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله فيه إلا ناداهم منادم من السماء كوموا مخفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات سبحان الله العظيم هل بعد هذا نخفل عن شيء من الذكر في الأيام العشر يبقى وظيفتين واحدة العمل الصالح على حسب نعم الله اللي عندك تعمل منها وظيفة خاصة وهي الاكثار من ذكر الله تبارك وتعالى قياما وقعودا وعلى جنوبكم تحيات الذكيات إلى حضراتكم لا تنسونا من دعواتكم لا تنسو نشر هذا الفيديو في هذه الأيام حتى نمنح الثواب العظيم سائلين الله الإخلاص والكبول ولا تنسونا من الدعوة والمشاركة في قناة تفعيل الجرس لتأتيكم الحلقات سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله مكرة وأصيلة وصلى الله أم على سيدنا محمد على أهله وصحبه وسلم اسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ضمتم في خير اشتركوا في القناة